طوال حياتنا ننتظر شخصاً أو شيئاً ما يرى البعض أنها تأتي أحياناً بسرعة وأحياناً تتأخر وبالنسبة لتوم ميكس فهو ينتظر تطورات الحالة بالنسبة لقلبه الجديد شقيقة المتبرع تشعر بالإثارة مع عودته ينبض من جديد كيسي هسلر ينتظر سماع إيقاع ذلك القلب مجدداً في الرابعة من فجر الأحد تلقت مكالمة لقتوفية شقيقها الطالب في جامعة نورث داكوتا في شهر مارس آذار بسبب حريق أنهى حياته وهي تتذكر شقيقها الرقيق صاحب القلب الكبير توم يعيش الآن بالقلب ذاته فقد وقع صاحبه على التبرع بأعضائه عندما كان في السادس عشر من عمره توم الذي عاد قلب الميت ينبض في صدره يقول بأنه لم يكن لديه خيار سوى زراعة قلب جديد وبسبب تقدمه في العمر ومشاكل صحية أخرى رفضت خمس مستشفيات إجراء العملية له ولكن مستشفى مايو كلينك عاد له الأمل بوضعه على قائمة الانتظار هذا توم بعد يومين من العملية يشكر مات ووالد المتبرع يشعر بالفخر وبأن القلب الذي رباه وكان يشعر به عند معانقة ولده ما زال ينبض في مكان ما وبفضل مات أصبح لدى توم وقتا أطول لقضائه مع زوجته آن وأحفاده الأربعة وها هي الممرضة تسأل شقيقة إن كانت تحب سماع دقات قلب شقيقها فقد أصبح بإمكانها سماع نبضاته مات لم يتبرع بقلبه فحسب فقد ساعد ستين شخصا بأعضائه بينهم امرأة في السادسة والأربعين زرعت لها إحدى كليتيه فيما زرعت الأخرى لامرأة في السادسة والخمسين وتم إنقاذ حياة رجل في الحدية والستين بواسطة زراعة الكبير